طيب يا دكتور مصطفى مساء الأنوار مساء الأنوار ركب المدح وحشنا يا دكتور والله الله يخليه كونتاكترا ركب المدح يعني أنا بأثير هذه القضية أني دي قضية مهمة أول دكتور مصطفى أنه اللاعب بيصاب وأنا ديت أمثلة بمحمد محمود وأحمد الشناو محمد محمود تعال أهلي وأحمد الشناو بتاع بيرامدز والثالث هو حسام عرفات اللي هو لاعب أمبي المنطق المنودي دجل التلاتة أصيبوا وطلوا يتعالجوا ونزلوا مرة تانية لو نروح للشناو الأول للشناو الأصار رحيب تقول إنه يلعب لأ أنا عاوز أوضح حاجة فقدر حسينت أن دي ناحية طبية أن الرباط الصليبي الرباط الصليبي الأحساس في الخلايا الحسية فيه قليلة يعني ممكن الرباط الصليبي يتقطع من غير ما اللاعب يحس دي نقطة مهمة جدا جدا من غير ما اللاعب يحس نظر ما اللاعب يحس النقطة التانية اللي فيه لعب مشروف جدا في إيطاليا كان اسمه جازوتو ده تقطع منه الرباط الصليبي وكمل المباراة بعد المباراة طلوا على المستشفى يعملوا فحوصات فجأة أنه عنده رباط صليبي معينه يكمل المباراة لدرجة من الجراح لما عمل العملية الأزميل اللي هو بيعمل بيها العملية تكسرت منه هو بيعمل عملية طلع قال أنا عملت عملية رجل من أهل الكهف كان عنده اعتقاد أو كان عندهم اعتقاد أنه هو كمل المباراة نتيجة أنه رجليه قوية أو رجبته من زي أهل الكهف قوية جدا لكن الحقيقة العلمية أنه ممكن لعيد تقطع منه الرباط الصليبي ما يحسش أنه تقطع ويقدر يكمل المباراة أو يكمل الجزء بدون ما يشتكي طب عدي سؤال يا دكتور دلوقتي أنا فهمت الجزء يا دي بس خلينا نقول أن رجل الكهف ده حالة خاصة جدا يعني لا 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 ما هو لا مش حالة خاصة يعني دي تحصل كتير في مصر وبره أن الرباط الصليبي ممكن يتقطع ممكن يتقطع واللاعب اللعب ممكن يكمل يحصل طب سؤال يا دكتور مصطفى اذا اللاعب هو طبعا الشناوي هنا مسك رجله وكان مش قادر يوقف عليها وطلع برا هنا حضرتك لما تمسك رجله أو إذا كان فيه طبيب عظم مع حضرتك أول لآخر يعني هل يقدر يعرف أو حضرتك لما تمسك الرجل تقدر تعرف فيه هنا رباط مقطوع أو مجزوع أو كذا ولا ما تقدرش تعرف لا بيبقى صعب يعني كده أننا بنبعث المريض يعمل أشعب الرنين عشان يتأكد لكن ما فيش مؤشر بأديك خالص لا بيبقى بسيط جدا جدا إلا لو كان حصل إصابة جديدة بجانب الروباط الصليبي بجانب الروباط الصليبي ربطة تانية ممكن يعني قطع رباط الصليبي الأمامي والخلفي والداخلي أو يعني كذا رباط مع بعض والرجل بقت سايب أو دي اكتبا سهلة أو التشكس على طول طيب حضرتك تدي نصيحة بإيه وإنت دكتور كبير أو دكتور مصطفى لما تحصل إصابات يعني مشابهة لديه والرجل مثل رجبته وحاج بتقول ما ده يعني أنا عايزة أقول حاجة صغيرة ممكن جدا أن الإصابة الأولانية ما تبقاش قطع كامل تبقى قطع وجزئ أو لما يكمل تبقى قطع كامل ممكن كده صح؟ الروباط الصليبي الروباط الصليبي قطع جزئي أو قطع كلي خلاص فقط القدرة الوظيفية ليه وده اعتقاد برد خاطئ إن يقولك ده الروباط قطع جزئ مش حاجة اسمها كده الروباط الصليبي لما بتقطع لا يتم لحامه يعني في الروباط الصليبي لما بتقطع ما بيحصلوش لحام بس لما بيعمل جراحة ما بيعملش جراحة كاملة تالي يا دكتور لا 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 بيتعمل جراحة ما دي بقى النقطة الروباط الصليبي بتعمله عملية ترقيع لا عملية يعني مش ترقيع عملية اللي بيتاخذ رباط من الجزء بديل لكن ما بيتخيطش الروباط الصليبي يعني لو عندنا الروباط الخارجي لو تقطع بالخيط لكن الروباط الصليبي يتم استبداله بروباط من أربط حتى لو كان قطع جزء ايه حتى لو كان قطع جزئي وفقد اللاعب وظيفته ان اصبحت رجليه لا يتحكم فيها طب وجزء اللي موجوده ملحوم ده هل بنقطعه يعني وحنا بنعمل جراحة عادة 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 لو هو فقد وظيفة بتاعة الرباط حتى لو جزئي وبدأت الرجل تبقى فيها عدم ثبات خلاص اللي بجزء الموجود ده ليس له اهمية وبيتم استداله برباط اخر من اربط طيب حضرتك لما تيجي مثلا تقول اللاعب ده يا جماعة خلاص ما ينزلش لان ده عنده اصابة او كده او كده هل بيبدأ قرار نهائي الكوتش بياخده ولا احيانا الكوتش تحت رغبة اللاعب يتغادى عن رأي جهاز الطبي هو اعتقد يعني احنا مثلا لو انت حددك شفت احمد الشبناوي قمنا له يخرج هو صمم انه ينبذي كان احمد الشبناوي باله مدة ما بالعبش وكان ماشي ماشي الله يعني اه كان بدي بداية طيبة جدا يعني هو يمكن اللي صعبنا يعني كان من الباب الصعود النادي اه مع اه 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 هو كان عنده اسرار ان هو ينبذي لك حاج قلت ما ينزلش قلت له قلت له اطلع يا احمد احمد قال لي لأ انا حاسي ما كويس حاسي نفسي دي او مع اول صورة ما ما قدرش راح تلع يعني اللي جابه بس لدينا قطعوز واضحها بس عشان تيجي قطع مهمة اه ان الروباط الصليبي جزء او كلي بتعمل له عملية عملية اللي هي ان الروباط جديد يعني ما وبياخد نفس المدة وبياخد نفس المدة للتعامل المدة بنفس المدة دلوقتي كنا نلقاول دول ستة شهر دلوقتي بلوقتي تسعة شهور تبا 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 انا بشكرك يا دكتور على يعني التدخل الجميل ده بشكرك شوك وبعدين اللي برق نورك يا كابتو ما اتا عاوز اوضحها بادر بادر مش في مصر بس يعني مش يعني 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 عالميا بتحصل كتير جدا جدا وذلك لصعوبة تسقيس قطع في الروباط الصليبي في الملعب بالجياد وعشان كده احنا ديما بنتجي بعد كده نعمل تخصات بالرانين عشان نعرف هل الزباط الصليبي ده معطوة ولا مش معطوة تمام بشكرك يا دكتور مصطفى شكرا جزيلا